خلال كام يوم حتنطلق فعاليات ختام مرحلة جديدة للبرنامج الرئاسي أهل مصر واللي مش عارف أهل مصر هو برنامج انطلق من 2018 من أجل دمج أبناء المناطق الحدودية الأربعة بنتكلم في سينة بنتكلم في مطروح بنتكلم في الوادي الجديد وبنتكلم أيضا في حلاب وشلاتين بأهل القاهرة عن طريق عدد كبير جدا من الفعاليات الفنية الحدث اللي حيتم تنظيمه في شرم الشيخ حيضم أكتر من 200 شاب وفتاة وطفل من كل أبناء المحافظات الحدودية من خلال زي ما قلت لحضركم تنظيم رحلات تسقفية سياحية ورش فنية ثقافية وأيضا تنظيم عروض مصرحية ليه حقيقة مصطفى يعني في حقيقة البرنامج أو برنامج أهل مصر مشروع مهم جدا في ظل اهتمام الدولة برعاية أبناء المحافظات الحدودية وده اللي شفناه على أرض الواقع في عدد كبير من المناسبات واللي كان آخرها لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبناء السلوم وقبائل مطروح وسيوة وفي الحقيقة احنا هنا بنتكلم عن بناء الإنسان احنا هنا بنتكلمش عن المباني أو تطوير المباني احنا بنتكلم عن تطوير الإنسان نفسه سواء كان الطفل المرأة فأيا كان تفاصيل كثيرة قوي بداخل هذا المشروع الهام جدا جدا هيكلمنا عنها طبعا ضفنا المخرج أحمد السيد المشرف على المشروع منوارنا في الستوديو زي حضرتك يا فنه منوارنا أهلا بيك سبعة الخير يعني خلينا في الأول نتكلم عن مشروع أهل مصر مشروع كبير جدا ليه هو مشروع كبير دي أول حاجة ليه اخترنا المحافظات الحدودية والأهداف الرئيسية خليني أقول من المشروع بسيحة المصر مشروع بيهتم بالأماكن الحدودية بيهتم بالبني آدم في الأماكن الحدودية احنا عندنا أربع عمدة أساسية في مصر أو أربع أركان كل ركن فيها احنا نعتبرهم الأربع عمدة اللي البلد بتقف عليها غير القلب النابض اللي هو العاصمة ولو بصينا شوية للإنسان اللي موجود في الأماكن الحدودية هنلاقي أنه لازم يبقى عنده اهتمام ثقافي وفني نهتمي بيه ثقافيا وفنيا لأن احنا لو قدرنا نعمل دوت هنحصل على إنسان إيجابي يقدر يغير في الشخصية المصرية ويطورها ويضيف لمصر قيمة قيمة احنا بندور عليها ملهاش تمن مادي يعني انتم بتقدرش تقول لي الأخلاق أو الصدق بكام السطر بكام الحاجات دي ملهاش تمن لكن قيمة بترقب المجتمع الأمان كمان والأمان بكام الحاجات كتير أو ملهاش تمن مادي لكنها مهمة وزراعتها مهمة جدا عند الشخصية المصرية احنا هتمينا بتلت فئات فئة الطفل من الطفل حتى منتشر سنة وهتمينا بالشباب وهتمينا بالمرأة الشباب طبعا الجنسين سواء الولد أو البنت لغاية تلاتين مثلا الشباب لحد خمس تلاتين ومن المرأة مفتوحة يعني فتاة بس بحكم المرأة لها دور أساسي في الأماكن الحدودية المرأة هي العمود الأساسي للأسرة في الأماكن الصحراوية والبدوية لأنها طبيعة صلدة هون ان احنا نتجه لهم هتعملوا فنيا اه تعملوا ايه بقى مع الثلاث احنا بنشغل بطريقة مختلفة احنا بنشغل على ثلاث حاجات ان احنا بنحاول نبقى منتلي أو ثقافيا يعني على مستوى الأفكار يعني ان يبقى فيه الأفكار اللي نحنا نتعامل معهم على مستوى الأطفال بنعلم الولاد يشتغلوا ازاي يقدر يفكر في مستقبله يقدر يحلم ازاي شايف ممكن يغير في البلد ازاي يطور ازاي يشتغل صحافة يشتغل رواية يشتغل كتابة يشتغل ازاعة يجرب انه هو يعمل لنفسه دهناك ولا هنا لا احنا بنعمل لهم دمج لهم الولاد في حاجة فيه نشاطات بتتمي هناك وفيه نشاطات بيتم فيها دمج الولاد مع بعض في اسبوع بنسميه اسبوع ثقافي للدمج بنجيب الولاد من كل الأماكن الحدوية يعيشوا مع بعض بيتبادلوا ثقافتهم بيتبادلوا تنوع الثقافي لان احنا عندنا تنوع ثقافي عظيم على مستوى مصر بشكل عام والاماكن الحدوية بشكل خاص احنا الاربع اماكن ثقافة صحراوية بدوية مختلفة غير بعض ومع ذلك فيها كل واحدة مميزات مش العكس احنا مش رحين نعلمهم احنا بنتعلم منهم ايه الثقافة اللي عندهم اللي ممكن يدفوها لنا ققيمة مضافة زي ايه احكيلي يعني المهارة اليدوية عند المرأة المهارة اليدوية عند الست يعني بيشتغلوا مثلا فيه بلد كاملة بتشتغل بتلحط وبترسم وبتبني كل ادواتها المنزلية من الزعف والنخير اللي هي في الوقت الجديد عندهم مثلا مهرجان للتمور احنا عندنا انواع تمور تمر موجود مش موجود حتى في العالم في الوقت الجديد عندنا في سيوى ومطروح انواع تمور والزتون مش موجودة في العالم عندنا في سينا زتون اللي فعلا شجرة زيتون ومباركة يعني ورغم ان ده زتون وده زتون وده بلح وده بلح غير بعض كل واحد له ميزة أمرينا وفكرنا نجمعهم يعني أنا عارفهم بحكم الطول اللي أنت بتعمله لكن لو جمعناهم الموضوع ممكن يفرق كتير ويفرق عالميا على مستوى التجارة على مستوى المهارة المستوى الثاني الولاد الولاد والأفكار الخاصة بالصحر الأطفال صغيرين أنت بتحاول تعلمهم مهارة يدوية أو مهارة فنية هو لو قدر في السن ده يعبر عن نفسه بشكل قايت حتى لو بقى دكتور أو مهندس هيبقى قادر يعبر عن مشروعه هيبقى قادر يعبر عن مكانه هيبقى قادر يعبر عن بيته فالقدر على التعبير عند الأطفال لو أنت قدر تتعمل معاه ممارسة فنية أو ممارسة ثقافية ممكن يوصل أنه يبقى بني أدم إضافة وهتيبقى يدعانه كل الأفكار الظلامية ولما حد يجي يملأ دماغه بأفكار هيقدر هو يفنطها الوحد لكن مع أنه هم أربع محافظات حدودية لكن فيه اختلاف كبير قوي ما بين كل محافظة والتانية ممكن حريقي كنت تكلمت معنا قبل الفاصل عن فكرة أن الودي الجديد كمحافظة مثلا فيها صفر جريمة إحنا بنتكلم ثقافيا إيه اللي اختلافات ما بين المحافظات الأربعة وإزاي إحنا بنجمعهم مع بعض طيب هو عمتا في الودي الجديد تحديدا زيرو جريمة دي حاجة في المجتمع المجتمع يشعر بأمان شديد مجتمع مسالم جدا مجتمع منضبط يعني بيحبوا بعض ويتعاملوا مع بعض وإيجابيين مع بعض حتى عندهم مدينة هناك اسمها الأصر مدينة الأصر دي مدينة فاطمية قديمة المدينة دي متصممة إنها ما تعملش حربة مع حد ده اللي يخشها يخسل لوحده لو مش في الممرات الحصان يقع ولو مش في الممرات يتوه ويطلع برة هي متصممة بطريقة إن الغازي لما يخش ما يعرفش يحارب حد وهم يقفلوا البيبان بس هو يتوه ويخرج تاني من المدينة بجل ما حد يحس بيه سلام لأن هم كانت هي موقع تجاري طبعا وبيهمها إن التجاري على فريق الحج زمان فالطريقة التجارة زمان كانت الناس مهتمة بإن يحس بأمان التاجر يجي يحس بأمان فلما كان حتي بيأخذوها ما كانش بيعرف يعمل حاجة ما بدرش يطلعب بمكاسب بغنايم فبيخسر فما حدش بيأخذوها ففكرة السلام فكرة قديمة قوي في الوادي الجديد فكرة كمان مسالمة بعدين الوادي الجديد دي مثلا نصف مساحة مصر تقريبا يعني 45% وكمان تملك مكاسة يعني فيها كتير قوي انت بتمشي في الوادي الجديد تلاقي سحرة وتلاقي أخضر جدا فتقولي هما جنب بعض ازاي ازاي مساحة قدرة بالجمال ده جنب مساحة صفرة بالروعة في ايه يا جماعة؟ هي طبيعة مختلفة طبيعة جميلة يمكن بعض المسافة بس اللي خلاها بعيدة شوية عن الإعلام ومطروح مثلا ومطروح كذلك يعني أنا إذا أقولك إنه مطروح فيها أماكن ساحلية وسياحية على البحر أحلى من اللي موجودة في الساحل اللي بدنا ندفع فيها فلوس كتير فيها مية بكر فيها أماكن بكر ومطروح كمان فيها مساحات كبيرة طبعا لولا الجزء الخاص بالحرب العالمية وبوائي العالمين إنما هي منطقة خصبة ساعات هما بيرموا الحبوب ويستنوا المطر ينزل ينزل السنة ينزل السنة الجاية ينزل في أي وقت مش فرقان معاهم لأنه كده كده هيطلع إنتاج ضخم وقوي وغزير بتحس إنها فعلا هبا من الله طب إحنا إيه يا جماعة؟ طب نتجه بالاستثمار هناك حتى إحنا فيه اتجاهات للاستثمار والدولة بدأت تتجهت شوية نحية الشمال دي دي حي مفيد مفيش أحسن من الاستثمار في الإنسان عارف الجميل في الموضوع إن إنت مفروض إنك جاي تتكلم عن مشروعك لو أهل مصر لكن هم اللي أجبروك تتكلم عنهم وعن ثقافتهم يعني إحنا مفروض إن إحنا جايين نتكلمك أنت عن قصتك أنت هي دي فكرة في مصر مليانة مصر مليانة جمال حندان كان ليه جملة بيقول قالك قالك مصر تراها قالك فيه أربع أجناس للمصريين الجنس النوبي وده ليه شخصية لوحده وطرس وثقافة وموسيقى والصعيديين أو أهل الصعيد اللي هم من شب الجزيرة العربية أغلبهم عشان كده عندهم لغة الضاد وعندهم عبد الرحمن الأبنون دي أغلبهم والسواحلية ودول ثقافة مختلفة خالص أهل القناة والساحل المتوسطي وأهل الريف وقال إن مصر إغريقية في أسكندرية وعربية في القاهرة وإفريقية في أسوار ده جمال حمدان لما كان بتكلم عن تشريح مصر فمصر مش متنوعة مصر يعني مليئة بكل الثقافات اللي ما تشبعش منها أبنى ففي معبد اسمه ومعبد هيبس في الوادي الجديد المعبد ده عبارة عن مكان لقدس الأخداس الفرعوني ولما جي الإغريق عملوا بوابة إغريقية ولما جي الرومان عملوا بوابة رومانية ولما جي الفرصة عملوا بوابة فارسية يا عزيزي الجامع الأزهر مبني بأعمدة من المعابد الاصرية القديمة مبني بأعمدة من المعابد هي دي فكرة مصر متنوعة بس احنا عندنا مشكلة ثقافية بتقول دايما ان احنا بالنوعاني بنفتت في الثقافة لا نجمعها احنا ليه بنفتت احنا ليه بنقول دايما ده سعيدي يعني السعيدي عنده جلد احنا نقول عليه غابي في النقطة رغم ان هو عنده جلد دي صفة وصلادة وقوة ده حاجة كويسة جدا لكن احنا ناخدها في الحتة اللي ضرها نقول لك السواحلي رغم ان برسعيد والناس احنا عملت محركة في 56 قوية جدا وقدروا يفوت ضد الغازي يقول لك ده كان بيحكي هجاس احنا ليه بناخد السفر الغلط احنا عندنا صفات تجمعنا الثقافة ممكن تقرب الشعوب لبعضها او تقرب التنوع الثقافي ده ونقدر نبقى متميزين جدا وعلى فكرة احنا بلد قديمة لن يستطيع احد ان يجرينا في الثقافة يعني ده موضوع هونتا مشروع اهل مصر ابتدى في 2018 احنا نهاردة بنتكلم الأسبوع LOEM احنا متعلق لماذا 26 27 بالنسبة للطفل 18 بالنسبة للشباب الرقاب بلانواركة هذا الورش jeito الوجود اenge ان الورشة اهم جزء فيها مجموعة الولادي الموجودة في الاماكن او البنات او الشباب الفئة المستهدفة او الاماكن الحددية عندما يتقبلوا يحسب دمج ثقافي يحسب تعاون ثقافي احلال وتبديل بينه Oh يعني الستة البدوية بتتكلم عن الفستان وبترزه عشان تتجوز الستة في سينة برضو الوادي جديد بيشتغلوا على نفس الموضوع بتوحلاب وشالتين عندهم فكرة فتجمع الأفكار دي فيكتشفوا أنهم عندهم نفس الفكرة وسيلة مختلفة بس فده تناوى ثقافي انت لما بتجمعوا بتعمل عملية الدمج الثقافي وتستفاد من هذا التجمع الجميل بقى أننا بنحاول كمان نزود بعض المهارات اليدوية بحيث أن انت تساهم في الاقتصاد الابداية للمرأة يعني ممكن تبعها في البيت وتساهم في الاقتصاد الابداعي في قرية اسمها شندي في الوادي الجديد دي أفضل كليم وسجات في العالم واخده رقم واحد في العالم والسنة اللي فاتت هي محققة مبيعات وإنجاز وزيره بطالة يعني برضو البلد كلها بطالة نحن نعرف عنها إيه واخده أحسن قرية في جمهورية مصر العربية من مجموعة الكرة يعني فيه أفكار بتعمل إنت معهم إيه بعدول إحنا بنعمل حاجتين يما بنرفع الكفاءة بتاعتهم الخاصة بالمهارة اليدوية يما بناخد منهم كمان إنهم يعلموا ناس تانية هذه المهارة بالتبادل ده لأنه هو برضو هو مفيد هو شاطر وكمان فيه حاجات تانية بقى تقصص التمور وزيت الزتون وكده بتعمل إنت فيهم إيه كمشروع أهل مصر بس خاصة التمور يعني زيت الزتون اللي بتعمل على البيانت ده موضوع مهم جدا بالنسبة لسوق الزتون في العالم الكواليتي بتاع الزتونة دي الحفاظ على الجيل ده من الزتون الحفاظ على الحاجات دي دي صناعة صناعة راسخة حضراتكم أبتعملوا إيه بتستفيدوا زي ما قلتون لا إحنا كل اللي بنعملوا دلوقتي محاولات تسويق هذا المنتج تسويق المنتجات الاقتصادية عشان نساعد للأسرة اقتصاديا فيبقى جزء من الاقتصاد اللي هي بتمارسه جزء ثقافي انت بتقدر تستفيد منه لأنه دي صناعة ثقافية صناعة الزتون لما يقول لك أنا عايز الزتون اللي موجود في سيوة دي صناعة ثقافية مرتبطة بالمكان مرتبطة بثقافة الأسرة فانت بتحاول تعمل لهم الجزء التاني الجزء التسويقي والجزء الاعلامي يعني تعمل سبوت اعلامي على الحاجات المفيدة هو ده الخطوة اللي احنا ان شاء الله داخلين عليها الشرط ان شاء الله طب الفعليات بقى الفنية اول حاجة الاقبال عمل ازاي عليها دي حاجة تاني حاجة بتعمله ايه احنا لانanstبوع القادم اللي هيبدأ بكر continuش الله من يوم العشرين اليوم 28 عشان نotros هنقولك بسرعة ده قوpecially 200 طفل ماتجمعين من كل الاماكن الحدودية بيعيشوا مع بعض في مكان واحد بيمارس كل الفنون مع بعض وبيمارس كل الثقافات مع بعض بيمارس كل المهارات مع بعض بيتعلموا كل حاجات مع بعض بيجي في اخر الاسبوع نقدم عرض ختامي إيه العرض الختامي ده يعني معرض لكل الحاجات الأركات اللي اشتغلوها معرض لكل الحاجات اليدوية اللي اشتغلوها سواء إزاز سواء أركات نسيج أي حاجة عملوها بالإيد بنعمل لها معرض ونتفرج عليه فبنشوف المنتج ده ده والبرودكت بنشوفه في معرض بنخش جوه بنشوف المنتج الثقافي لأنه لو الولاد عملوا حاجات خاصة بحائط حاجات كتابة متتعلق وبنقراها لو عملوا حاجات خاصة بالإزاعة بنشوفها في فيلم قصير وبنعمل فيلم صغير عن طول الفعاليات بتاعت الإسبوع نشوف منها الناس اشتغلت زي وبنيجي بقى نتفرج على فقرة غنائية فقرة مصرحية بتبقى ناس اتعلمت الحاجات دي في إسبوع يعني في إسبوع بس عملنا لهم إيموت كبير من كل الحاجات وبعدين بنتلقهم ونشوفهم كل اللي بيطلع منهم هيبقى إيجابي وهنبقى ضمنين إن النتيجة إيجابية ومفيدة للمجتمع وبالنسبة للشباب الشباب برضو نفس الميكانيزم ونفس التكنيك بس للسد ده فبتختلف شوية لأنه الشباب كمان ممكن يبقى ده مشروعه لما يتخرج فازاي بتتكلم معاه في المهارة اللي ده ويدي يستفاد منها بعد ما يتخرج ممكن يبقى ده مشروعه كبير ممكن يبقى ده دراسته اللي يخشها ممكن تبقى يعني بتشارك هنا في صناعة مستقبله عاجبني حماسك جدا 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 وعايدة أسألك إيه اللي أنت تتمنى بشكل شخص إنه يتعامل في مشروع أهل مصر ولسه ما تعملش أنا يعني زخم أعلامي محتاجين بس نعمل سبوت على الحاجات دي لأنها إيجابية وبتدي طاقة حقيقية لأنها بتحصل نفسه أعمل مشروع للمرأة في الصحر نفسه أتعلم من المرأة في الصحر نفسه أعملها ملتقى لكل الستات اللي في الصحر في كل الأماكن دول نعمل ملتقى كبير للمرأة في الصحر لأن المرأة قوية جداً وزاتة يعني مميزات كبير تعرف أن أعلى فيديو على اليوتيوب في سنة من السنوات كان لست في الهند بتضبخ بالأدوات البداية في الطبيعة على الجبل وكان متصور بكاميرا رديئة كان في معدل مليار مشاهدة أنت لو رحت للأماكن حدودية اللي أنا بقول عليها وتخلت البيت هتنبهر من أنه إزاي بيعملوا كده إلعب قرية دي وما حاجة في خباله ليه وليه مشواردين بالنا أن دي ميزة ثقافية ممكن نقدمها على القدرة على الحلول والتكيف والتطور تكيف حلول تطور دي حاجات مهمة جداً لأي مجتمع طب وإحنا وصلين لإيه دلوقتي في برنامج أهلا مواصف أحنا وصلين في البرنامج دلوقتي اللي احنا محققين لحد ما يعني نسبة إيجابية في المجتمع فيه تطور بيحصل في المجتمع أنت بتقدر تعمله مواشرات قياس فاتقيس هل اللي انت عملته ده مفيد ولا لأ وصلنا لإيه عندنا إخفاقات مش هنقدر نقول وعندنا نجاحات النسبة اللي احنا نتمنها أن احنا نوصل إن شاء الله في 24 أنه نبقى عندنا سبوت إعلامي مهرجانين كبار ملتقى كبير للشباب وللمرأة وللطفل للأماكن الحدودية علشان نفهم بتوع العاصمة والمدن النعمة اللي هم فيها قد إيه بأن الناس دي قادر تخلق لنفسها مستقبل ومميزات هل في ردود فعل مختلفة كبيرة ما بين الأطفال من العاصمة وأطفال المناطق الحدودية يعني ثقافيا خليني أقول أطفال العاصمة مهتمين جدا بالتكنولوجيا والتطور التكنولوجي أطفال الأماكن الحدودية مرتبطين جدا بالمهارات اليدوية والمانتلي والحلول الزكية يعني لما بنلعب ألعاب مثلا بنلعب مع الولاد فتلاقي الولاد التانين أشتر في اللحب والحاجات بتوعنا كسالة شوي يعني أنا أخشى من طفل العاصمة أن التكنولوجيا تختفل الكسل والدمور يعني الحاجات اللي هي ميتة ويمكن ده الهدف من يعني المشروع أهل مصر أن هما يعلموا بعضه أن هما يطوروا من بعضه ويتعلموا ثقافيا من بعضه يفدلوا يكلموا بعضه وفي تطور سلوكي بيحصل كمان على مستوى الولاد يعني لو حد يعنيه في حد بتاعه بيتطور في أخير كيف تخلق من المحنة منحة وكيف تستطيع أن تجعل أبناء المناطق الحدودية النائية اللي ما عندهم شيء ربما مقونات أهل المدينة أنك تخليهم فاعلين وتخليهم هما أبناء مصر الحقيقيين تشيركم في ثقافات هو ده المشروع العظيم الجميل اللي نتكلم فيه المخرج أحمد السيد المشرف على مشروع أهل مصر مشكورك جدا مبسوط لحماسك أريد أن أقول السلوجن بس أننا نعمل أهل مصر يهمنا الإنسان مبسوط لحماسك متأكد متأكد بما أنه عندك كل الإخلاص ده أنك هتعمل حاجة كويسة قوي أنا متأكد ربنا يوفقك وقلوبنا معاك رب